ما هو الخوف من الهاجر؟ خوف من الهاجر يعني أنا عندي مشكلة أن الناس تمشي عندي مشكلة لشخص اللي عنده الخوف من الهاجر ده ما بيقدرش على فكرة دي ما بيقدرش أن حد يسيبه ما بيقدرش يترفض ما بيقدرش يستحمل فكرة أن حد يكون موجود ولا قدرة بتيه منين دي نوع فوبيا؟ طبعاً أحد أشكال هي مش فوبيا لوحدها بس هي جزء من الفوبيات ممكن تعمل فانك أتاكس أو تعمل لو هو التوتر ويلاقي قلبي بيدق وهموت ولمشينه سيبيني طبعاً حياتي أبوز من غيرهم خلي الشخص أصلاً يخش في علاقات كثيرة يعني يدخل في علاقات كثيرة زي ما هي كنت تقول كده أنا بعرف ولاد كثير وبعرف ناس كثير عشان لو ويع مثلاً ما لعشر أربعة يا أخوي يبقى بسده سده يبقى معي سده بسده ويزيل حزبة بالزبط ها ضايل هل دي حاجة وحشة طبعاً حاجة وحشة جداً فلوز بقى العلاقات كلها تبقى ضحلة لان فيش علاقة عميقة كل علاقات من على وجه فمن فيش علاقة فيهم حقيقية تطمنها وما فيش ثقة مياه في المياه برضا يعني عندها أزمة ثقة لأنها عندها مشكلة معذه عندها مشكلة مع الخوف من الهجر اذا كان بيبقوا نعيمين جنب بعده ومخلفين وتمانوا قد أحلى مشهد في محكمة الأسرة وديتك أماكن أعمرك وكوتيت أحنا بيتروي آه السرعة توجبت معي قوي فعلا؟ قوي يا أبو نظارك فعلا كده فإزاي الصحابة أنا أضمن يعني أنا أختارهم إزاي ومش أنا اللي بنائيهم ومهم اللي بيجوا يعني أنا مش بقعد أناقي كده وأختار هم اللي بيجوا حلو الناس اللي جاتلي دي أفلطرهم أختار منهم ما يناسبني واللي ما يناسبنيش أبعده شوية يعني أختار حاجة واحدة أختار مساحاتي مع الناس مين عايبقى أقارب حاجة ومين أبعد شوية بتفلطر بنائنا على إيه؟ بنائنا على رقم واحد أنا مرتاح في العلاقة دي ولا أنا وجودي في العلاقة دي يعني إيه مرتاح؟ يعني مثلا بعرف أقول كلام ولا كل كلمة بقولها بلاقي نقد وهزار مش كل الكلام اللي عرف نقوله مش عشان نقد وهزار ومش كل الكلام أنا أصق فيك إزاي طبعا دي ما كنت طلعت قولي كلام بر طبعا ممكن تحواري حلو قابل بنبني الثقة دي تدريجيا يعني إيه؟ يعني بتكلم معاك الأول في الأمور العادية قدي لأ أصرار من أجل 30 لازم أخودي مثلا وبعد شوية بتكلم معاك في حاجة أعمق وبشوفك حتى لأكشناتك معايا عملت ازاي وبشوف أنت عموما إدراكك للحياة عملت ازاي هل إحنا عندنا قرضية مشترك بحطش اختبارات ولا بأستنى برضو باستنتاج بأستنى باستنتاج طبعا